كل سلام وحركوا طيبين أيام رمضان بتجري بسرعة شديدة جدا ربما يعني كنا بالأمس القريب بنقول إن إحنا دخلين على رمضان النهاردة إحنا دخلين على العشر الأواخر من شهر رمضان ربما كلنا عارفين إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وده الحديث الشريف اللي بتكلم على هذا الشهر الكريم علشان كده كثير جدا من الصائمين ربما بيسألوا إزاي يستفيدوا من هذه الأيام المباركة في الطاعات إزاي يستفيدوا منها في عمل الخير بالتأكيد زي ما أنت قلت يا مصطفى يمكن إحنا لسه من كام يوم كنا بنقول دخلين على رمضان وأهلا رمضان دلوقتي بنقول والله لسه بدري يعني من الشهور اللي فعلا بتعدي بسرعة جدا ما بنحسش بيها وبالتأكيد دي أيام مباركة ولو بنتكلم عن آخر أيام الشهر الكريم زي ما الحديث الشريف بيقول آخر وعدق من النار لأنها فيها ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر والناس كلها بتحاول أنها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وبالدعاء وده عشان يستجيب ليهم دعوتهم وأكيد يستجيب ليهم التوبة فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن كيفية استقبال العشرة الأواخر معنا في الستوديو الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منورنا كل سنة وحضرتك طيب وصباح الخير عليك وحضرتك بخير وبصحة وسلامة وصباح الخير عليك وأمور كريم يعني بحضرتك يا مرحبا بحضرتك إزاي الصيم استقبل العشرة الأواخر من الشهر الكريم كيف يبدأ وما هي المواسم اللي يعني يتقرف فيها إلى الله ويتأكد أن هي الأكثر قربا منه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد في الحقيقة زي ما حضرتكم بدأتم كنا من أيام بنقول أننا بنستقبل شهر رمضان نحن دلوقت بنستقبل العشرة الأواخر وبعد أيام حنلاقي نفسنا خرجنا من شهر رمضان ربنا يتقبل من الصائمين والقائمين وفاعل الخير شهر رمضان هو نفحة من النفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى من على الناس بيها علشان خاطر أغلب الناس مقصرين في أغلب أحوالهم بيبعدوا كتير عن ربنا فخلى ربنا سبحانه وتعالى في أيام السنة نفحات اللي هي أيام بيتضعف فيها الثواب وبيزيد فيها الخير وبتلاقي دوافع كتيرة بتدفعك أنك تعمل خير فموسم شهر رمضان من أهم النفحات دي عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فعسى أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا إحنا في الحقيقة نفحة رمضان نفحة مهمة من خسرها فقد خسر خيرا كثيرا ومن يعني رابح فيها اللي اجتهد اللي عمل اللي عليه اللي اعتبر أن فرصة رمضان دي فرصة ربما لن تتكرر مرة أخرى ربما لن يقدر لن يعيش رمضان قادم واجتهد في رمضان بصيام وقيام وفعل خير وعبادات كتيرة هو ده اللي فاز وإذا كنت بنتكلم في رمضان بالأهمية دي فاختام الأعمال دايما محتاج أن احنا نزود فيها العمل مش نقلل فيها يعني دايما بنقول يعني يا رب حسن ختمنا يعني يا رب احنا محتاجين نخلي الختام ختم جميل بفعل بعض مننا بيبتدي رمضان نسخني جدا جدا وعايزين نعمل كل حاجة ونيجي في النص نقع شوية وفي الآخر بنقع خارج ونبدأ يعني نفكر في العيد نفكر إزاي هنخرج تفاصيل العيد وهكذا وننسى أن احنا ما زلنا في رمضان بل ما زلنا في أهم أيام في رمضان العشر الأواخر في رمضان هما أهم ليالي السنة لأن فيهم ليلة القدر هذه الفرصة المباركة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى وصفها بالوصف ده إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذه الليلة المباركة اللي ربنا سبحانه وتعالى باركها بوركت بأنها في شهر رمضان وبورك شهر رمضان به بوركت بنزول القرآن في هذه الليلة وربنا سبحانه وتعالى سماها ليلة القدر اللي في هذه العشر لأنها ليلة ذات قدر ذات مكانة ليلة لها فضل كبير جدا إحنا بنتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى قال ليلة القدر خير من ألف شهر يعني العبادة والطاعة والخير فيها يعني يوازي 83 سنة وأربع شهور يوازي عمر كامل إحنا في الحقيقة لو واحد عرض على واحد عرض وكان فيه مكسب مية في المية والإنسان سابه أو مهتمش به بنقول عليه ده إنسان مش عارف مصلحته أو مش بيضيع بيخسر خسارك بي عايزة أسأل حركة سؤال بما نتكلم عن ليلة القدر إحنا عرفنا من إن هي في العشر الأواخر هل في حديث مؤكد لها والبعض بيهتم بالأيام الوطرية أكتر فهل في حديث صحيح بيقول أنه ليلة القدر في أيام وطرية ولا فردية ولا هي في العشر الأواخر فنلتزم بالعشر الأواخر نقطة مهمة نقطة مهمة وإحنا بنبدأ العشر نوضح النقطة دي وأستكمل بس فرصة أو نقطة إن اللي بيضيع الفرصة دي زي مش ضيع مية في المية ضيع تلاتين مليون في المية لأن لما نحسبها بتوصل معنا لكده اللي هو تلاتة وتمانين سنة عمرتين إحنا عزي عرفنا أنها في العشر الأواخر إحنا حتما وقطعا ويقينا أنها في رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهي في شهر رمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ليلة القدر قال التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان التمسوها في العشر الأواخر حديث صحيح حديث صحيح وفي حديث تاني أيضا حديث صحيح التمسوها في الليالي الوطرية اللي هي 21, 23, 25 أيضا حديث صحيح نعم 27, 29 في الليالي الوطرية فدي فرصة مهمة جدا أننا ما تعدناش ليلة القدر في هذه الليالي هل هي في الليالي الوطرية فقط ولا ممكن تكون في غيرها بعض العلماء قال ممكن تكون في غيرها يعني ممكن تبقى فلاية زوجية لو إحنا مش زوجية بقى إحنا عندنا فردي لا إحنا لو حساب لو رمضان 30 يوم وحسابنا الشهر من 30 وإحنا راجعين يعني خدنا 30 ليلة 30 ليلة 28 لو حسابنا وإحنا راجعين زي ما حسابنا وإحنا رايحين كده هنوصل لإيه هنوصل للزوجي ده هو فردي في عدة تاني تمام فأصلا ممكن عدنا يكون غلط إحنا ممكن نكون بالعدة تاريخ غلط هو إحنا بنقول إن إحنا نجتهد فيهم على بعض يعني لما ربنا سبحانه وتعالى إحنا نجتهد فيهم على بعض عشان خاطر لو حددت الليلة الناس هتنام طول الشهر صح وتجتهد في هذه الليلة فقط فالإنسان المتعلق بالفلك والمتعلق بالأجواب يقول لك بقى فيها إحنا بنلاقي على فكرة الشيوخ بتطلع بعدها أيوة ناس بتعمل بس مباشر للليلة بزبط إحنا في الحقيقة بنشوف ربنا سبحانه وتعالى في صورة القدر يقول إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فهي ليلة ليلة تحفنا فيها الملائك سلام هي حتى جاي لحضرتك الملائكة موجودين وهي ليلة سلام بمعنى كلمة سلام هي ليلة فيها صفاء فعلا وفيها كمية من منع الشر ومنع النزاع ومنع ذلك والصفاء ده يمتد للتقص هي حالة هي حالة كونية ربنا سبحانه وتعالى هذا السلام في نفس الإنسان وفي الكون وفي الكائنات المحيطة هذا السلام انشره الله سبحانه وتعالى في كل مخلوقات سلام هي حتى مطلع الفجر إحنا بنتكلم فيه إن هي ليلة فيها فعلا راحة نفسية يعني اللي بيكتهد فيها مع الصلاة في الصيام في الطعات بيكتهد فيها في قراءة القرآن بيحس بده بيشعر فعلا بده إن إحنا نقعد نتتبع بقى العلامات والتفاصيل وننسى أصلا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وكريم هل ممكن يكون لكل إنسان ليلة القدر الخاصة بيه في شهر رمضان يعني اكتهت في ليلة معينة ودعى ربنا من قلبه ويعني وبكى كتير في دعائه فربنا يعني قال لدعائه هل هناك ليلة قدر لكل داعي وراجي من الله سبحانه وتعالى؟ هو في البداية أنا عايز أقول إن كل ليلة الإنسان فيها يعني أدى ما عليه واكتهد هذه الليلة ذاته قدر عند الله سبحانه وتعالى كل ليلة الإنسان فيها أقام الليل وتهجد ودعى وعاش فيها مع ربنا جو خاص فدي ليلة ذات قدر وليلة القدر زي ما ستنا السيدة عائشة سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يا رسول الله لو وفقت لهذه الليلة لو فعلا حسيتني دي ليلة القدر أقولي ماذا أقول فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنك معناه أنه ممكن فعلا الإنسان يشعر إن هذه هي ليلة القدر فيكتهد فيها فلعلها تكون ليلته ولعلها تكون ليلته وليلة غيره فهو مش معنى أن هي ليلة القدر عندي إنه مش ليلة القدر عند الناس ودي فيها خلاف من السادة العلمة بيقولوا يعني ممكن تكون ليلتي ومش ليلة حد تاني وأنا مهتم بما أستطيع أن أقدمها والواجب عليه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالة المباركة وبنقف وقفة مع حديث ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وإحنا خلاص دخلين عليهم كان ليه سنة عملية أحيا الليل كان إذا دخل العشر أحيا الليل ولما نقف مع كلمة أحيا الليل ليه ما قالتش أقام الليل ما هو الأصل إحنا بنقيم الليل لقينا أن في دلالة مهمة جدا أن الوقت اللي الإنسان مش بيقضيه في الخير أو مش بيقضيه في الطاعة كأنه وقت ميت عشان كده ستنا السيدة عائشة تقول كان إذا دخل العشر أحيا الليل فهو الإنسان يشعر بالحياة طول ما هو بيعمل حاجة نافعة مفيدة فيها خير أو فيها قربة من الله سبحانه وتعالى عشان كده أحد الشعراء كان بيقول أحد الصالحين إذا مر يوم ولم أستزد علما ولم أستفد هدى فما زاك من عمري مش حاسب اليوم ده من عمري لأن اليوم ده ما زودنيش حاجة كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله معناها أنه نبههم يعني خذوا بالكم واهتم بأهله وحاولوا يكون موجود معه وعملوا أخر وقت نعم والأمر الثالث وشد المئزر شد المئزر هنا معناها أنه يعني كنايا للجد أنه خاد الموضوع بجد شوي ما خادش الموضوع بأنه حاجة عادية وحتعدي وكلها أيام وحتخلص فده هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل الاعتكاف ربما بيعد السمة مهمة جدا من سمات العشر الأواخر من الشهر الكريم متى يعتكف المسلم وإذا تضارب العمل مع الاعتكاف أيهما أولى طيب إذا تضاربت حقوق الأسرة مع الاعتكاف أيهما أولى إذا تضاربت صحة الأم أو صحة الوالد مع حقوق الاعتكاف الاعتكاف أيهما أولى في الحقيقة الاعتكاف هو سنة من السنن التي سنها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السنة هذا الاعتكاف هي عزلة مؤقتة عن شواغل الحياة لأداء حق الله سبحانه وتعالى عزلة مؤقتة يعنينا ما عندناش عزلة دائمة وهذه العزلة المؤقتة هي يعني في الأصل إن الإنسان ينشغل كتير فبيحاول يعني يكون ليه وقت خاص بيكون مع ربنا سبحانه وتعالى طيب الاعتكاف ده بيكون الإنسان بيحاول يبعد شوية عن مشاغل الحياة الإنسان إزاي حيبعد عن مشاغل الحياة وفي ضروريات متوقفة عليه زي ما حالك بتقول العمل يعني إزاي هعتكف والعمل أنا متوقف علي أداء هذا العمل والعمل هذا أقضي به مصالح الناس إحنا هنا فيه عبادة الاعتكاف وفيه عبادة قضاء حوائج الناس ومصالح أيهما يقدم عبادة قضاء حوائج الناس ومصالح هذه عبادة أيضا الإنسان ما هو كتير من الناس لو إحنا كلنا اعتكفنا ستتوقف الحياة فيها عشان كده الاعتكاف مش فرض الاعتكاف ليس فرضا على كل إنسان أن يعتكف هو سنة لمن استطاع إليه سبيل اللي بيقدر يعتكف وما فيش موانع تمنعه زي العمل زي متطلبات البيت وحاجيات الأسرة وغير ذلك وإحنا نقدر ناخد سواب الاعتكاف بهذه العبادات اللي حالك كلمت بي إن إحنا نعمل الأعمال التانية دي اللي هو الإنسان يقوم على خدمة أهله ويؤدي عمله ويسهر في قضاء حوائج الناس وكل ده ينوي فيه إنه عبادة ياخد سواب الاعتكاف لأنه منعهم الاعتكاف إنما العادة اللي إحنا بنقول بلاشها إن الإنسان يعطل نفسه ومش معنى يعطل نفسه إنه بقول محدش يعطل نفسه كل إنسان فيه عمل متوقف عليه ولن يقوم أحد به عليه أن يؤدي عمله كما يجب يعني عليه يكتهد في عمله بلاش يعني كتير من الناس يتحجل بالاعتكاف في إنه يضيع مصالح الناس ومصالح العباد طيب بالوقت خلينا نتكلم عن يمكن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى لو أنا النهاردة فضية موريش حاجة فقدر أن أنا أصلي صلواتي كلها طبعا بالسنن بالتراويح بالتهجد وقراءة القرآن فيقديم الأعمال مستحبة لو أنا مش فضية قوي حد مشغول بيشتغل صبح وليل عشان يوفر قوت يومه فهل الصداقات هنا يعني تشفع تنفع ولا لا هل يعني الأذكار أعمل إيه وبرضو حضرتك لو أنا يومي طبيعي يعني لو أنا مش غولة قوي يعني بيشتغل الصبح وفضية بالليل أسم لنا كده يومنا في العشر الأواخر يبقى إزاي يعني حبا في الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى نبدأ بعبادة مهمة جدا وأهم عبادة اللي هو الإنسان يدخل العشر الأواخر وقد طهر قلبه مما يقضب الله سبحانه وتعالى يعني ما فيش غل ما فيش حقد ما فيش كراهية ما فيش حسد ما فيش ضغينة دي أمور مهمة نحاول على قدمه نقدر لا ده مهم جدا ليه بيقولوا يعني سيدنا بن عطاء الله السكنداري بيقول فرغ قلبك من الأغيار يملأه الله بالمعارف والأسرار يعني يبدأ الأول يعني الإنسان مطلوب منه إنه يكتهد قدر إمكانه إنه قلبه يكون زي ما ربنا وصف يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم اللي هو زي ما الصحابي دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة في اليوم الأول قال كده في اليوم الثاني قال كده في اليوم الثالث قال كده هو نفس الصحابي اللي بيدخل فاللي في المجلس معاه قاله يعني الرجل ده بيزود إيه عننا فأحد الصحابة يعني ميشي معاه وقال له والله ممكن تصدفني عندك عشان أشوف أنت بتعمل إيه زيادة يعني أنت بتكتهد زيادة عن اللازم في إيه فراح استضافه عنده ثلاث أيام فشافه ما بيعملش حاجة زيادة خالص يعني بيصلي وقت في وقته ويصلي السنن وينام ويأدي شغله الطبيعي خالص فقال له والله أنا جاي أصلا عشان خاطر أعرف أنت بتعمل إيه زيادة عننا عشان كده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ثلاث مرات وراء بعض ده المرة راح ده كفاية خالص فييجي يقول له والله لا أزيد على ما رأيت أنا ما زودش حاجة على اللي انت شفته ده ولكني لا أبيت وفي قلبي غلا لأحد ولا حقد لأحد فهي دي البداية فنحن نصف في القلوب نقطة تانية نكتهد في الفرائض ما ينفعش في العشر بس أريد أن أرجع للنقطة دياشة ببعض الناس اللي بتقول الطيب ملوش مكان أو الغلبان مش عارفة مصيره إيه يعني هو ده فرق بين دول حقوق بالمناسبة بالمناسبة فرق بين أن أنا قلب ينضيف وفرق بين أن أنا أقض حق أو أم أخدوش يعني إحنا الغلبان وغيره ده مش معنى أن أنا إنسان قلب ينضيف معنى أن أنا أسامح في حقوقي أو أن أنا أكون إنسان يعني كل الناس تيجي عليه أو هكذا يعني فدي نقطة مهمة بنعمل بها ربنا سبحانه وتعالى النقطة التانية نحافظ على الفرائض يعني إحنا في العشر الأواخر ما ينفعش نضيع الفرائض الفرائض الصيام نحافظ عليه الفرائض الصلاة نحافظ على الصلاة في موعدها الفرائض الزكاة الإنسان اللي عليه زكاة في زكاة مال أو زكاة غيرها من أنواع الزكوات يكتهد في هذه الأيام وكمان زكاة الفطر وأعتقد حضراتكم هتفصلوها بعد كده نقطة بعد كده نحافظ على القرآن إحنا في الأيام اللي نزل فيها القرآن فحيلا الأيام اللي نزل فيها القرآن ليلة القدر نحافظ على ورد ثابت من القرآن وتدبر لمعاني القرآن الإنسان يحاول يشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقوله إيه هذا خطاب لك وأنا خطاب لكل واحد مننا في أوامر ونواهي وإرشادات وغير ذلك نحافظ على الذكر اللي هو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله دي العبادة بقى اللي ما بتكلفش حاجة اللي هو نملة بيها كل أوقاتنا في موصلاتنا في أعدتنا في أيمتنا في كل حاجة نحاول دايما نذكر الله سبحانه وتعالى الله دي كمان يمكن من أحسن يعني طبعا كل عبادات جميلة وكل حاجة بس دي أسهل زي ما أنت قلت أسهل حاجة تعمل وسبحان الله مردوده على الإنسان كبير جدا جدا لو أنت ماشي كده في الشارع سبح لربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله صلي على الرسول الله اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد الحاجات البسيطة دي لو قلتها مئت مرة في اليوم يعني رزق كبير قوي بترزق بي كل شكر لك شيخ بلال خدر عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية عندنا أسئلة كتيرة جدا جدا لكن أكيد هنسألها لحضرتك يمكن في حلقات قادمة كل شكر لك يا فاني شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك وبكده نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر شكرا لحضرتك